بسم الله الرحمن الرحيم بتاريخ الثالث والعشرين منذ الحجة 1445 الموافق له التاسع والعشرون من حزيران عام 2023 ميلادي حقدت جلسة مناقشة رسالة الباحث عبدالرزاق بكار مرحلة الدراسات العليا قسم إدارة الأعمال في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الحبيبة جامعة الزيتون الدولية أعزاز حلب سوريا وموضوعها أثر إدارة الجودة الشاملة في الرضا الوظيفي للعاملين في المنظمات الغير الحكمية في مدينة أعزاز وقد تألفت لجنة المناقشة والحكم من السادة الدكتور عبد الحميد آدم رئيسا ومناقشا الدكتور داود المحمد مشرفا ومناقشا الدكتور ممير الجعيدي مناقشا الدكتور هانم العيسوي مناقشا وبعد إجراء المناقشة العلنية واستماع الطالب لجميع الملاحظات وإبداء رغبته بتعديلها كليا إن شاء الله خلال فترة قصيرة وبعد إجراء المناقشة العلنية من الساعة الواحدة ظهرا ولغاية الساعة الرابعة عصرا وبعد التشاور والتداول تقرر التوصية بمنح الباحث عبد الرزاق بكار درجة الماجستير في إدارة الأعمال بتقدير جيد جدا وبمعدل وقدره 83.15 بالتوفيق إن شاء الله والف مبروك يا عبد الرزاق كل الشكر كل الشكر لجهودكم مرة دكتور داود دكتور عبد الحميد دكتور مونير دكتور هانم كل الشكر كل الشكر للكم آخر فرحة صراحة ما تاته ثانية هلو بتشكركم صراحة دكتور يعني ألف مبروك ألف مبروك وعبالي الدكتورة إن شاء الله بارك الله بكم دكتور عبد الحميد والشكر للعساتدة واللجنة والفضور جميعا مبارك إن شاء الله للطالب وليعا للطالب اشتركوا في القناة